قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ محافظة سقطرة رأفة الثقلي بزيارة إلى مركز اللغة السقطرية للبحوث والدراسات الاستراتيجية في مدينة حديبو وقدم رئيس مركز اللغة السقطرية الدكتور نوح العليمي للوزير الإرياني والمحافظ الثقلي شرحا مفصلا عن المركز منذ إنشائه وفقا لمخرجاته الحوار الوطني ونقل الوزير الإرياني لقيادة المركز والعملين فيه تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء وحرصهم على الحفاظ على خصوصية الجزيرة وتنمية مقوماتها التراثية وفي مقدمة ذلك الحفاظ على اللغة السقطرية وأكد الإرياني حرص الوزارة على إعلان اليوم الوطني للغة السقطرية للمساهمة في إحيائها والحفاظ عليها من الإنقراض من خلال تنفيذ الأنشطة المتنوعة لتعريف الجميع بأهميتها وتوثيق الشعر باللغة السقطرية وإبراز مساحات لها في وسائل الإعلام وتحويل يوم اللغة السقطرية إلى مناسبة يمنية إسوة بيوم اللغة المهرية والاهتمام بالشعراء الذين يجيدون الشعر باللغة السقطرية واطلع الإرياني على الدور الذي يقدمه المركز من خلال الإصدارات المتنوعة في المجالات الشعرية والدراسات ومعارض الصور والأنشطة الحرفية مؤكدا بأن المركز سيكون ضمن أولويات واهتمام الوزارة معبرا عن الشكر والتقدير للتحالف في دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يقدمون الدعم والمساندة ويقفون مع أبناء محافظة أرخبيل سقطرة واليمن عموما في مختلف الظروف من جانبه جدد المحافظة الثقالي دعم السلطة المحلية للنشاط الثقافي والإبداعي والفني في المحافظة وحرصها على تنسيق الجهود فيما يخدم المشهد الثقافي بالأرخبيل إلى ذلك زار الوزير الأرياني والمحافظة الثقالي جامعة أرخبيل سقطرة حيث كان في استقبالهما رئيس الجامعة الدكتور نديم الغزيبي الذي استعرض أنشطة الجامعة وكلياتها وأقسامها والتي تعد الجامعة الوحيدة في محافظة الأرخبيل وطاف الوزير والمحافظ بكلية وأقسام الجامعة وقاعاتها التي تضم ثلاثة كليات هي كلية الحاسوب وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية الحقوق إضافة إلى مكتبة ومعمل حاسوب وتضم كذلك خمسة وعشرين كادر تدريسي وأكاديمي من اليمن ومصر وسوريا والسودان كما قام الإرياني والثقالي بزيارة إلى إذاعة سقطرة واستمع من القائمين عليها على التحديات والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية رافق الوزير خلال الزيارة الرئيس مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد باشر حيل ووكلاء الوزارة عبد الباصط القاعدي وجعفر أبو بكر وعبيد الحضاء ووكيل المحافظة رائد الجريبي وصالح سعد ومدير صندوق الترويج السياحي انتصار الهدالي اشتركوا في القناة